مرحباً بالجميع عزيزي المشتركين والمشاهدين في القناة في تالي سوكولوف معك سنتحدث اليوم عن تطوير التطبيقات عبر الأنظمة الأساسية في بي أين بورك ديرو ديلفي في هذه الحال في ظل نظام التشغيل أندرويد ولكن يمكن إجراء تطوير مماثل في أنظمة يويس ولينكس وماكاويس ووندوس وقبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة وإعطاء هذا الفيديو إعجاباً بكتاب تعليق يمكنك أيضاً تقديم دعم مالي للقناة التفاصيل موجودة في الوصف أسفل الفيديو شكراً لكم جميعاً مقدماً تحتوي العديد من مقاطع الفيديو على القناة على ترجمات يمكنك تمكينها بالنقر فوق الترس الموجود في الزاوية اليمنى السفلية من الفيديو وتحديد عنصر الترجمة وتحديد لغتك إذا كان الفيديو الذي تحتاجه لا يحتوي على ترجمات بلغتك فاكتب عنها في التعليقات أسفل الفيديو إذا لم يكن لديك ديلفي مثبتة ثم أكتب ديلفي أو إمبركديرو ديلفي في شريط البحث في متصفحك بعد ذلك انتقل إلى موقع إمبركديرو الرسمي وحدد ديلفي كميونيتي ايديشاً في قائم البرامج المجانية أو اشتر النسخة الكامل في الصفحة الجديدة أدخل بياناتك وانقر فوق تنزيل سيتم إرسال بريد إلكتروني إلى بريدك الإلكتروني يحتوي على مفتاحك لاستخدام ديلفي ورابط لتنزيله قم بتنزيل وتشغيل المثبه قم بتثبيت بيئة ديلفي باتباع التعليمات أثناء التثبيت نختار مسار التثبيت والأنظمة الأساسية اللازمة التي نخطط لتطوير التطبيقات لها وكذلك ندخل مفتاح المنتج يمكنك مشاهدة مراجعة بالفيديو لبيئة ديلفي على هذه القناة يصف بالتفصيل عملية تثبيت ديلفي إذا لم يكن جهاز الكمبيوتر الخاص بك يحتوي على مساحة كافية لتثبيت بيئة ديلفي فيمكنك تثبيت لازرس اي دي أو كوتاي فون ستوديو إنها بيئات برمجة مجانية ومفتوحة المصدر لإبجيكت باسكال وتسمح لك بإنشاء تطبيقات لمزيد من الأنظمة الأساسية وأنظمة التشغيل توجد مقاطع فيديو حول بيئات البرمجة هذه على هذه القناة قبل أن تبدأ في تطوير التطبيقات لنظام التشغيل أن رويد تحتاج إلى تثبيت أن رويد سديكي وأن رويد ان ديكا بالإضافة إلى جوفي ديفيليب من تيكيت جي ديكا يمكنك تنزيلها بعدة طرق أول طريق أثناء تثبيت بيئة بورك ديرو ديلفي في مرحلة اختيار الأنظمة الأساسية للتطوير تحتاج إلى تحديد المربع لنظام أن رويد في هذه الحال يجب تثبيت أن رويد سديكي وأن ديكا جنبا إلى جنب مع بيئة تطوير الطريق الثاني إذا كان بريكا ديرو ديلفي مثبتا بالفعل فأنت بحاجة إلى تشغيله بعد ذلك حدد أدوات من القائم العلوية ثم إدار الأنظمة الأساسي ستفتح نافذة جديد يمكنك من خلالها التحقق من مجتمع ديلفي أندرويد والنقر فوق الزر تطبيق الطريق الثالث يمكنك تنزيل المكتبات يدويا عن طريق إدخال طلب تنزيل أندرويد سديكي ان ديكاي في متصفحك بعد ذلك انتقل إلى الموقع الرسمي وقم بتنزيلها بعد التثبيت تحتاج إلى فك حزمها أو تثبيتها في مكان مناسب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك حيث توجد مساحة كافي يمكن أن يكون هذا على سبيل المثال من عدة جيجابايت إلى عشرات الجيجابايت تحتاج أيضا إلى تثبيت مكتبة جوفي ديفيلي بمينتيكيت جايديكا وكذلك في حال حدوث ذلك أيضا جوفي فرتشو الميشين في شريط البحث في مستعرض الإنترنت أدخل لاستعلام تنزيل جوفي ديفيلي بمينتيكيت جايديكا وقم بتنزيله من موقع أورتيكيل الرسمي ثم نقوم بتشغيل برنامج التثبيت وتثبيته على الكمبيوتر فهو صغير الحجم للغاية بعد ذلك نكتب طلب تنزيل جوفي ونقوم أيضا بتنزيل وتثبيت جهاز جوفي الظاهري بعد تثبيت المكتبات الضروري يجب أن تبدأ بيئة أمبورك ديرود الفي ثم تحقق مما إذا كانت المسارات إلى المكتبات المثبتة قد تم تكوينها بشكل صحيح للقيام بذلك انتقل إلى القائم العلوية أدوات خيارات نشر مدير سديكا تأكد من عدم وجود علامات تعجب على يمين جميع المسارات في علامات التبويب سديكي وإنديكي والجوف إذا لم تكن موجود فستحتوي المسارات المحددة على الملفات والمجلدات الضروري إذا كانت هناك علامات تعجب في مكان ما فأنت بحاجة إلى التحقق مما إذا كانت هذه المجلدات والملفات موجود بالنقر فوق الزر على شكل ثلاث نقاط يمكنك تحديد المسارات جديد إذا قمت بفحص نظام التشغيل أندرويد عند تثبيت ديلفي فقد يكون لديك بالفعل أندرويد سديكي وإنديكي مثبتين ولك في حالتي تم تثبيت إصدارات بعيدة كل البعد عن أحدث إصداراتها ولم يتم تثبيت جوفي ديفيليب من تيكيت جيديكا على الإطلاق في إعدادات أندرويد سديكا يمكنك حفظ الإصدارات الخاصة بك من الإعدادات وإعادة تحميلها مرة أخرى قد يكون هذا مفيدا عند العمل مع إصدارات مختلفة من منصات أندرويد ويمكن أن يحميك إذا نسيت المسارات التي تم تسجيلها في الأصل يمكنك رؤية إعدادات العمل الخاصة بأندرويد سديكي وإنديكي 32 و 64 بط على الشاش يرجى ملاحظة أن الإعدادات قد تختلف اعتمادا على إصدارات سديكي وإنديكي وأندرويد البياي التي ستعمل معها من أجل الوضوح ضعف اعتبارك الهيكل التقريبية للعثور على المجلدات الضرورية لهذه المكتبات بالنسبة إلى أندرويد سديكي 32 بط و 64 بط يجب أن تبدو المسارات كما يلي يحدد خط سديكي باسباث المسار إلى المجلد الذي يحتوي على مكتب أندرويد سديكي لإصدارك في سطر زبلين لوكيشنز حدد المسار إلى المجلد الذي يحتوي على ملف زبلين بي اكسي نذهب إلى المجلد باستخدام أندرويد سديكا ونجد مجلد بيولد تولز هناك ثم حدد المجلد الذي يحتوي على الإصدار الذي نخطط للعمل معه وداخله كقاعد عام هو الملف الذي نحتاجه في سطر موقع أندرويد يجب علينا تحديد المسار إلى ملف أندرويد بابات للقيام بذلك انتقل إلى مجلد أندرويد سديكا وابحث عن مجلد الأدوات هناك ويجب أن يحتوي على الملف الذي نحتاجه في سطر موقع ايديد تحتاج إلى تحديد المسار إلى ملف ايديبي لتاي اكسي والذي بدونه لن تتمكن ديلفي من رؤيته والعمل بشكل طبيعي مع جهاز أندرويد الخاص بك انتباه يعتمد المسار إلى هذا الملف على مكان تثبيت إصدار ايديبي المطلوب لجهاز أندرويد أو محاكي أندرويد إذا كنت تعمل من خلال المحاكي فيجب أن يكون هذا الملف في المجلد به يحدد سطر موقع عبط المسار إلى ملف نوب تري اكسي عاد ما يكون موجودا في المجلد الذي يحتوي على ملف زبلين تي اكسي للإصدار المطلوب من بتولز يحدد سطر موقع اسديكي ايديبي لفل المسار إلى المجلد بإصدار أندرويد ايديبي الذي تخطط من خلاله لتجميع تطبيقك يحدد هذا الخط إصدارات أندرويد التي سيتم تصميم تطبيقك المستقبلي لها عاد توجد المجلدات التي تحتوي على إصدارات أندرويد ايديبي في مجلد أندرويد اسديكا وهناك نجد مجلد الأنظمة الأساسية وفيه نختار ببساطة إصدار ايديبي المطلوب من تلك التي تم تثبيتها إذا لم يكن الإصدار الذي تحتاجه موجودا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك بعد ذلك سنرى كيف يمكن تثبيته بعد ذلك انتقل إلى علامة التبويب مع أندرويد انديكي 32 بيت ثم 64 بيت في خط مسار انديكي للأساسي حدد المسار إلى مجلد الإصدار المطلوب من مكتب أندرويد انديكي في سطر موقع عاملينيكساندرويد بيلدي لطاياكسي حدد المسار إلى ملف عاملينيكساندرويد بيلدي لطاياكسي أو الدي لطاياكسي للقيام بذلك انتقل إلى مجلد أندويد انديكي للإصدار المطلوب وانتقل إلى مجلد انتويتشينز وانتقل إلى مجلد يوم لينيكساندرويد بيل الإصدار المطلوب في حالة الإصدار 4.9 أو مجلد يواوك 6 أربعة شرطة لينيكس شرطة أندويد لإصدار 64 بيت وعلمت التبويب بعد ذلك انتقل إلى مجلد الإنشاء المسبق ثم واندوز شرطة x86 شرطة سفلية 64 ثم المجلد الذي يحتوي على الإصدار المطلوب وعمق البت ثم مجلد بنوحدد الملف المطلوب فيه في سطر موقع عاملينيكساندرويد بيستربن ريكسي حدد المسار إلى ملف عاملينيكساندرويد بيستربن ريكسي أو ملف ستربن ريكس يوجد هذا الملف في نفس المجلد مثل المجلد السابق في سطر موقع جي دي بيسترفر حدد المسار إلى ملف كيبسترفر الموجود في مجلد أندرويد انديكا ثم المجلد الذي تم إنشاؤه مسبقا ثم مجلد أندرويد ورن للإصدار 32 بيت أو أندرويد شرطة نوم 6 أربعة لـ 64 بيت تفج وهناك مجلد كيبسترفر حيث يوجد لملف الذي نحتجه في سطر موقع انديكا يديي حدد المسار إلى المجلد بالإصدار المطلوب من أندرويد عاد تحتاج إلى الانتقال إلى مجلد أندرويد انديكا للإصدار المطلوب ثم الانتقال إلى مجلد الأنظم الأساسي ثم تحديد المجلد الذي يحتوي على الإصدار المطلوب إذا لم يكن الإصدار المطلوب متاحا فسيلزم تثبيته في سطر مسار مكتب سيزائد زائد بيلدر انديكا وفي بعض الإصدارات قد يكون هناك أيضا خط مسار مكتب ديل في انديكا تحتاج إلى تحديد المسارات إلى مجلدات هذه المكتبات تحتاج إلى الانتقال إلى مجلد أندرويد انديكا للإصدار المطلوب ثم الانتقال إلى مجلد الأنظم الأساسي ثم إلى المجلد الذي يحتوي على إصدار أندرويد المطلوب وحدد المجلد الذي يحتوي على عمق البت المطلوب والهندس المعماري فيما انتقل إليه وانتقل إلى يوسور ثم إلى مجلد لب عادة ما يحدد هذا القسم أكثر من نسار واحد في الطريق الثاني حدد مجلد أنداوي الدينديكي للإصدار المطلوب وابحث عن مجلد المصادر فيه وانتقل إليه ثم إلى المجلد CXXSTL ثم إلى المجلد إلى الفيملك زائد زائد أو نوليبستك زائد زائد ثم إلى لبز المجلد وأحدد المجلد الذي يحتوي على بيتنس والإصدار الذي نحتاجه على سبيل المثال بالنسبة لـ 32 بيت أوم شرطة في 7A وللحصول على 64 بيت حدد أوم 6 أربعة شرطة في 8A إذا قمت بتعيين مسار واحد على الأقل بشكل غير صحيح فسيؤثر ذلك على التجميع الصحيح على الأرجح ستظهر أخطاء مختلفة في مرحلة التجميع لإنشاء تطبيق عبر الأنظم الأساسي تحتاج إلى تحديد عنصر القائمة ملف جديد تطبيق متعدد الأجهزة في ديلفي أو تحديد إنشاء تطبيق متعدد الأجهزة جديد ديلفي ثم قم بتكوين التطبيق الخاص بك بالفعل حدد عنصر القائم مشروع حدد خيارات العنصر في النافذة التي تفتح في عنصر المبنى حدد العنصر الفرعي ديلفي كيمبيلر في عنصر التحويل البرمجي يمكنك تكوين كيفية تجميع التطبيق الخاص بك على سبيل المثال إذا حددت عنصر جميع التكوينات جميع الأنظم الأساسية في القائم المنسد للهدف أي الأجهز على اليمين في الجزء السفلي يمكنك تحديد إنشاء ثنائيات أندرويد اثنين وثلاثون بتن وأربعة وستين بت أورمي بشرطة في سبع إه زائد هون ست أربعة شرطة في ثماني إه أو يمكن تسمي هذا العنصر إنشاء حزم تطبيقات أندرويد هون زائد هون ست أربعة في هذه الحال ستتمكن من تجميع التطبيقات الخاصة بأندرويد بلاي موركت وفي علامة التبويب التطبيق يمكنك تكوين تطبيقك المستقبلي على سبيل المثال في علامة التبويب الرموز يمكنك تعين صور الرموز بأحجام مختلفة في تطبيقك ليتم عرضها على أنظمة تشغيل مختلف لنظام التشغيل أندرويد الرموز مطلوبة في علامة التبويب الاتجاه يمكنك تمكين أو تعقيل الاتجاهات المتاح التدويرات للتطبيق الخاص بك عند عرضها على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وما إلى ذلك في علامة التبويب الخدمات يمكنك توصيل خدمات متنوع على سبيل المثال يمكنك توصيل الإعلانات في علامة التبويب أذونات الاستخدامات تم تكوين أذونات التطبيق الخاص بك على الجهاز على سبيل المثال يمكنك منح تطبيقك حق الوصول إلى المكالمات الكاميرا والميكروفون والإنترنت وما إلى ذلك يمكنك التعرف على جميع علامات التبويب بمزيد من التفصيل باستخدام التوثيق عبر الإنترنت على موقع بوركديرو الإلكتروني وإذا كنت تقوم بإنشاء تطبيق لأندرويد بلي موركد فأنت بحاجة إلى الانتقال إلى علامة التبويب النشر في الإعدادات وتحديد عنصر الدم في قسم نوع البنية حدد أندرويد 32 بتة أو 64 بتة متجر التطبيقات تحتاج إلى ملء المعلومات في الحقول التي تظهر يدويا وحذر البيانات في امتداد كيستور أو قم بتنزيل المفتاح والبيانات من حساب مطور أندرويد بليكنسول التطبيقات غير المواقعة غير مسموح بها في المتجر يجب توقيع جميع طلباتك بنفس الطريق وإلا فلن يتم قبولها في السوق لتجميع تطبيقات أندرويد فأنت بحاجة إلى جهاز حقيقي يعتمد على نظام التشغيل أندرويد يمكن أن يكون هاتفاً محمولاً، هاتفاً ذكياً، أو جهازاً لوحياً أو غيره أو يمكنك تثديت وتهيئ محاكي أندرويد على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وإن شاء الجهاز المطلوب فيه وتجميع تطبيقاتك عليه إذا قمت بتوصيل جهازك الحقيقي من أجل التجميع من خلاله ثم تحتاج إلى الانتقال إلى إعدادات هاتفك المحمول أو جهازك اللوحي وتشغيل وضع المطور له من خلال النقر حوالي سبع مرات على عنصر رقم الإصدار ثم انتقل إلى عنصر القائم للمطورين وهناك قم بتمكين خيار USB-D-back تصحيح أخطاء USB فأنت بحاجة إلى تثبيت إديب أندرويد ديبك بريد لجهازك إنها أدى برمجة تستخدم لتصحيح أخطاء أجهزة أندرويد بدونها قد لا ترى بيئة برمجة ديل في جهاز أندرويد ولا يمكنها الوصول إليه في بعض الهواتف عند الاتصال بجهاز كمبيوتر تحتاج إلى تحديد الوع الصحيح بحيث يتم تعريف الهاتف على أنه محرك أقراص محمول صغير حيث يقع ديبي يمكنك أيضاً تنزيله من الإنترنت في سطر المتصفح اكتب طراز هاتفك أو جهازك اللوحي وأضف تنزيل لديبي أيضاً عند التصحيح التجميع من جهاز كمبيوتر يعمل بنظام أندرويد أو كمبيوتر محمول لأول مرة قد يطلب الجهاز إذناً لتصحيح الأخطاء حدد مربع السمح دوماً بالتصحيح من هذا الكمبيوتر وانقر فوق موافق إذا تم كل شيء بشكل صحيح فعند توصيل الهاتف بالكمبيوتر في وضع الشح العادي في ديلفي في الأعلى بالقرب من نظام التشغيل المحدد وعلى اليمين في توركت بلتفورمز في القسم الفرعي توركت يجب أن يظهر جهازك بين الأجهز متاح للتجميع يتحلك استخدام جهاز أندرويد حقيقي تجميع تطبيقات أندرويد بسرعة وعدم المعاناة من الإعداد الطويل ولكن في نفس الوقت مع كل تجميع سيتم نقل التطبيق إلى جهازك وتثبيته عليه ثم تشغيله وهو ليس مناسبا دائما يؤدي ذلك إلى انسداد ذاكر الجهاز كما يؤدي أيضا إلى قتل جهازك وذاكرته تدريجيا لذلك لا أوصي باستخدام طريقة تجميع هذه كثيرا على سبيل المثال يمكن استخدامه لبعض التجميعات الوسيطة أو تجميع الإصدار النهائي لمزيد من الراح أنصح باستخدام محاكي أندرويد ولكن سيتعين عليك أن تعاني قليلا من التثبيت والتكوين بالنسبة إلى ديلفي يعد كل من محاكي فيدي العادي جهاز عن داويد الظاهري ونوك سامي ليتر مناسبين لم يكن من الممكن العمل مع محاكي ميميو ولم تره بآدلفي يجب اختبار جميع المحاكيات الأخرى والتحقق مما إذا كانت ستعمل أم لا انتباه يدعم محاكي أندرويد فقط إصدارات 64 بوتة من ويندوز ويتطلب 4 جيجابايت على الأقل من ذاكرة الوصول العشوائي المجانية للتشغيل السريع والسلس من أجل استخدام محاكي إفيد القياسي المدمج في أندرويد اسديكا عليك الانتقال إلى مجلد أندرويد اسديكا إذا كنت تستخدم الإصدار الذي تم تثبيته مع ديلفي فيمكن العثور على مساره من خلال أدوات الإعدادات الخيارات النشر مدير اسديكا إذا قمت بتثبيت أندرويد اسديكا يدويا فانتقل إلى مكان التثبيت انتقل إلى مجلد أندرويد اسديكا وأقم بتشغيل اسديكا مانيجر يكسي في النافذة التي تفتح يمكننا معرفة إصدارات الحزم التي قمنا بتثبيتها إذا كان كل ما تحتاجه مثبتا بالفعل هناك فيمكنك تخطي هذه الخطوة وإذا كنت لا تزال بحاجة إلى التثبيت والتهيئة فافعل ذلك يعد إصدار اسديكا بالاتفورمتول أحد أهم الإصدارات لتجنب المشاكل عند إنشاء تطبيقات لإصدارات جديدة من أندرويد ينصح بتثبيت أحدث إصدار أو استخدام الإصدار الذي يأتي مع ديلفي حيث تم تكوين درويد اسديكا هناك بالفعل تم قسم المجلدات أيضا إلى إصدارات مختلف من أندرويد البياي كل إصدار مسؤول عن إصدارات مختلف من نظام التشغيل أندرويد على الإنترنت يمكنك معرفة إصدار البياي المسؤول عن نظام أندرويد ليس من الضروري تثبيت جميع الملفات من أندرويد البياي المحدد تحتاج إلى تثبيت منصة اسديكا وملف صورة النظام الخاص بالمعالج الذي تحتاجه أنت لا تم أوهم عند البرمج على جهاز كمبيوتر بمعالج نامدي أمصح باختيار صور أوهم عندما نضع العلامات المطلوب نمتقل إلى الأسفل وفي قسم الإضافات نضع علامة اختيار أمام كوكل يو اس بي درايفر حتى نتمكن من الوصول إلى محاكي أندرويد وانتل اكس ثمانية ستة اميليتر اكسليراتر اتشايكس منستولر للعمل مع معالجات انتل عندما يتم لسق جميع العلامات انقر فوق زر تثبيت الحزم بعد ذلك انقر فوق قائم الملفات الموجودة على اليسار وضع علامة قبول الترخيص في الأسفل عندما تكون جميع العلامات الخضراء على اليسار انقر فوق زر التثبيت وانتظر حتى يتم تنزيل كل شيء وتثبيته انتباه قد يستغرق هذا وقتا طويلا ويمكن ان يستهلك ايضا غيجابايت من الذاكرة على محرك الاقراص الثابت تأكد من ان لديك مساحة كافي الاصدارات القديمة من اندرويد بياي الذي تستخدمه ستقل المساحة التي ستشغلها لكن ضعف اعتبارك ان بعض الاصدارات القديمة من البياي غير مدعومة في سوق كوكي البلا مما يعني انك لن تكون قادرا على تداولها هناك اذا كنت تتلقى اخطاء التثبيت باستمرار ولم يتم عرض جميع اصدارات اندرويد بياي فقد لا تتمكن من الوصول الى خواد كوكل تحقق من اتصالك بالانترنت اذا كان هناك انترنت فيمكنك محاولة تثبيت تقبيط في بيان يسمح لك بتجاوز حظر مزود الانترنت اذا تم تمكينه هناك خيار اخر وهو ان يقوم شخص ما بتنزيل الملفات التي تحتاجها ومن ثم اعطائها لك يمكنك تنزيلها وتثبيتها او وضعها في المكان المناسب عندما يتم تثبيت جميع الحزم انتقل الى عناصر القائمة تولز مانجري فيديز في النافذة التي تفتح سننشئ جهاز اندرويد سيتم محاكى عمله بمعنى سيحاول البرنامج نسخ تشغيل هذا الجهاز وانتحل صفته لتطبيقات اخرى اذا تم انشاء جهاز واصبح غير ضروري فيمكنك حذفه بالنقر فوقه والضغط على زر حذف الموجود على اليمين لانشاء جهاز جديد انقر فوق الزر انشاء في النافذة الجديدة التي تفتح في قسم اسم فيد توصلنا وتعين اسم لجهازنا في قسم الجهاز نختار الجهاز الذي سنقوم بمحاكاته على وجه الخصوص ما هو حجم الشاشة وما هو هدبي دي بي اي هو عدد النقاط البكسل في البوس واحد بوس يساوي اثنين فاصل اربعة وخمسون سمت مترا هذا هو ما يسمى الكثاف يتم تمييز الانواع التالية من الكثاف تراهم على الشاش كلما زادت الكثاف كلما صغرت وحدات البكسل وزادت حدة الصورة وزادت دقة الشاش في قسم الهدف حدد اصدار نظام التشغيل اندرويد الذي سيعمل عليه الجهاز بالمناسبة يمكنك هنا معرفة اصدار اندرويد المطلوب اي اصدار من واجه برمجة تطبيقات في قسم سي بي او اي بي اي حدد المعالج لجهازنا سيكون لديك فقط حق الوصول الى تلك المعالجات الصور التي قمت بتنزيلها لاصدار اي بي اي المحدد قسم لوحة المفاتيح يسمح لك بتمكين او تعطيل لوحة مفاتيح الجهاز على الجهاز يؤثر قسم الجلد على مظهر الجهاز الذي تمت محاكاته اقسام الكاميرا الامامية والخلفي مسؤول عن وجود الكاميرا الامامية والخلفي على الجهاز لتصوير الصور والفيديو قسم خيارات الذاكرة مسؤول عن نقدار الذاكرة المخصصة للجهاز يمكن ضبطه تلقائيا او يمكنك ضبطه يدويا ذاكرة الوصول العشوائي هي ذاكرة وصول عشوائي في يمهب هذا هو ما يسمى الكون اي الذاكرة المخصصة ديناميكيا لماثيل واحد من التقبيقات بواسط الجهاز الظاهري لدينا على سبيل المثال قيم 32 او 512 كلما زاد العدد سيتم تخصيص ذاكرة اكبر وكلما كان التقبيق يعمل بشكل اسرع لانه سيكون به ذاكرة اكبر من الملائم اضافة ذاكرة لاختبار التقبيقات بسرع ولكن عند التجميع يوصى بتعيين المقدار الفعلي للذاكرة المثبتة على اجهز اندرويد التي يستهدفها تطبيقك كمعيار ثم سيتبين ما اذا كان لديه ذاكرة كافية لذلك وما اذا كان التطبيق سيعمل بشكل طبيعي عليها قسم التخزين الداخلي مسؤول عن حجم الذاكرة الداخلية للجهاز والتي يمكننا تثبيت تطبيقنا عليها لن نحتاج الى الكثير من هذه الذاكرة اذا كان تطبيقنا يشغل القليل من الذاكر الحجم محدد بالميجابايت قسم بطاقة اس دي مسؤول عن مقدار الذاكرة الاضافي يتم لعب دورها عاد بواسطة ذاكرة فلاش يوصى ايضا بتعيين فيار يوس هاوست جيبيو لاستخدام تسريع رسومات الاجهز عند تحديده يجب ان تعمل الرسومات بشكل اسرع واكثر سلاس اذا تم تحديد قسم اللقط فسيتذكر المحاكي حالته حتى يتم ايقاف تشغيله هذه لقطة سريع للنظام يتم تشغيله بنفس الطريقة التي ينتقل بها نظام التشغيل الى وضع السكون ثم يستيقث لكن بالنسبة لي ولكم فهي قليل الفائدة نكشف عن انسب الخيارات لنا ونضغط على زر موافق نحن في انتظار انشاء الجهاز قبل بدء المحاكي انصحك بتمكين تقنية المحاكة الافتراضية في بيوس الخاص باللوحة الام اذا كانت اللوحة الام تدعمها وتمكين عناصرها في نظام التشغيل بدون المحاكة الافتراضي قد يعمل المحاكي بشكل ابطأ بكثير مع تأخيرات محتملة او قد يرفض العمل على الاطلاق يمكن ان تنشأ المشاكل ايضا اذا كان لديك جهاز كمبيوتر ضعيف او محرك اقراص ثابت بطيء او ذاكر وصول عشوائي رام واللوحة الام لا تدعم المحاكة الافتراضي وما الى ذلك قد يتم تحميل محاكي اندرويد الى اجل غير مسمى على بعض اجهز الكمبيوتر في هذه الحال يمكنك محاولة تغيير اعدادات المحاكي لتلك التي تعمل وكذلك تغيير اصدار اندرويد اذا رفض المحاكي العمل على اي حال فيمكنك تنزيل برامج محاكة اندرويد من جهات خارجي او توصيل هاتفك المحمول او جهازك اللوحي باصدار مرخص من نظام التشغيل اندرويد كجهاز تجميع لتمكين الظاهرية في بيوس تحتاج الى الضغط على المفتاح المطلوب عند تشغيل الكمبيوتر على اللوحات الام المختلف بطرق مختلف على سبيل المثال افاثنين او ديليت او اس او غيرها في بيوس ابحث عن العنصر المسؤول عن ذلك وقم بتمكينه في اصدارات مختلف من بيوس قد يتم استدعاء هذا العنصر بشكل مختلف وموجود في اماكن مختلف لذلك اقرأ اسم اللوحة الامة وابحث في الانترنت عن معلومات حول ما اذا كانت تدعم المحاكى الافتراضي وكيفية الوصول الى اعدادات بيوس الخاصة بها وكيفية تمكين تقني المحاكى الافتراضي بعد التشغيل تضغط على المفتاح اف عشرة لحفظ الاعدادات واعادة التشغيل اذا لازم الامر لادخال حرف ادخل الحرف وي واضغط على انتر بعد تشغيل الكمبيوتر تحتاج الى تمكين عناصر المحاكى الافتراضية اللازمة من خلال الاعدادات افعل ذلك على ويندوز عشر ولكن يمكنك العثور على معلومات حول اصدار نظام التشغيل الخاص بك قد تواجه العديد من الاخطاء والمشاكل يمكنك رؤية بعض الحلول الممكنة على الشاش اذا لم يكن الحل الذي تحتاجه معروضا على الشاشة او لن تساعدك المصار اطرح اسئلتك على المنتديات والقنوات والمواقع والمجموعات المخصصة لديلفي تحتوي هذه القناة على فيديو حول شعبية بسكال وديلفي ولعازر في الشبكات الاجتماعي هناك يمكنك ان تجد العديد من المجموعات والقنوات والمواقع المفيد حان الوقت لاطلاق جهاز اندراويد الذي انشأناه انقر فوق الزر ابدأ على اليمين في هذه المرحلة قد يظهر عدد من الاخطاء اعتمادا على نص الخطأ وستكون الحلول الممكنة مختلف من الممكن ايضا تشغيل المحاكي الى ما لا نهاي اذا صارت عملية الاطلاق بشكل جيد فانت بحاجة الى تمكين تصحيح اخطاء يو اس بي على هذا الجهاز تماما كما نفعل على جهاز اندرويد حقيقي تحتاج الى الانتقال الى اعدادات اندويد وتمكن وضع المطور الخاص به من خلال النقر حوالي سبع مرات على عنصر رقم الاصدار ثم انتقل الى عنصر القائم للمطورين وهناك قم بتمكين خيار يو اس بي دي بك تصحيح اخطاء يو اس بي بعد ذلك نقوم باعادة تشغيل كل من جهاز اندرويد وبي ادلفي اذا لم تكن هناك مشاكل وراء الدلفي هذا الجهاز فيمكنك البلد في التطوير في عمليات التشغيل اللاحقة للمحاكي ستحتاج الى الانتقال الى مجلد اندرويد اس ديكا ثم الى مجلد اندرويد اس ديكا مانجر وفي مجلد الادوات قم بتشغيل المحاكي او تشغيل اندفيدي مانجر من مجلد اندرويد اس ديكا او يمكنك احضار اختصار ملف نيكسي الى سطح المكتب للقيام بذلك انقر بزر الماوس الايمن فوق المحاكي وحدد ارسال ثم الى سطح المكتب لتسهيل تشغيل المحاكي يمكنك اضافة عنصر قائمة الى دلفي نذهب الى عنصر قائم الادوات ثم حدد عنصر ادوات التكوين واضغط على الزر اضافة اي اضافة واكتب اسما لعنصر القائم الجديد على سبيل المثال لفيدي ونشير الطريق الى ذلك في حالتي انه مجلد اندرويد اس ديكا ثم افيدي مانجر ثم انقر فوق موافق يوجد الان في عنصر القائمة ادوات عنصر فرعي نفيدي اذا لم تكن راضيا عن سرعة وقدرات محاكي اندرويد القياسي فيمكنك تثبيت واحد اخر ولكن ليس كل منهم مدعوم من بي ادلفي من بين البرامج التي اثبتت جدواها يمكنك تثبيت محاكي ناوكس في شريط البحث بالمستعرض اكتب تنزيل ناوكس بلاير انتقل الى موقعه الرسمي واحدد اللغة التي تريدها واقم بتنزيلها بعد التنزيل قم بتشغيل الملف الذي تم تنزيله في الجزء السفلي الايسر تحتاج الى الموافقة على اتفاقية ترخيص وعلى اليمين يمكنك النقر فوق زر التكوين وتحديد المسار لتثبيت المحاكي ثم انقر فوق زر التثبيت قد يطلب منك تثبيت بعض البرامج الاخرى هذا اعلان يمكنك النقر فوق زر الرفض وستبدأ عملية تثبيت بمجرد تثبيت التطبيق يمكن تشغيله اذا ظهرت رسالة عند بد التشغيل تفيد بانك بحاجة الى تعقيل هيبرفي او خدمات اخرى فوافق على ذلك وانقر فوق تعقيل بعد ذلك قد تحتاج الى اعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك الى جانب المحاكي يتم تثبيت تطبيق ناوكسي سيستنت من خلال تشغيله يمكنك انشاء وتهيئا وحث اجهز اندرويد التي سيحكيها ناوكس يمكنك اعداد نظام اندرويد اثنين وثلاثون او اربعة وستين بيت وكذلك تحديد نسخته هذا مهم لتجميعه في المستقبل بعد بد المحاكي تحتاج الى الانتقال الى اعدادات نافذة المحاكي في شكل ترس انتقل الى علامة التبويب عام وحدد مربع الجذر ثم انتقل الى نظام اندرويد وانتقل الى اعداداته من خلال ان نقر عليها مرر الى اسفل وانتقل الى عنصر القائم حول الجهاز اللوحي او حول الهاتف ابحث عن عنصر القائم تصحيح اخطاء يواسبي وقم بتمكينه اذا لم يكن لديك هذا العنصر فانقر حوالي سبع مرات على عنصر القائم رقم الاصدار للحصول على حقوق المطور ثم قم بتمكين تصحيح اخطاء يواسبي بعد ذلك تحتاج الى اعادة تشغيل محاكي نوكس وبيئة ديلفي اذا سارت الامور على ما يرام يجب ان ترى ديلفي في قسم الهدف في تطبيق الاجهزة المتعددة الجهاز الذي يحاكي نوكس اذا لم يظهر الجهاز هناك انتقل الى اعدادات ديلفي حدد عنصر قائم الادوات حدد عنصر الخيارات وانتقل الى علامة التبويب النشر وانتقل الى علامة التبويب مدير سديكا في سطر موقع ايديب تحتاج الى تغيير المسار الى ملف ايديبي لغييكس الموجود في مجلد نوكسامي لاتر نظرا لان اصدارات ايديبي من المحاكيات الاخرى واجهزة اندرويد قد لا تتطابق مع بعضها البعض بعد اعداد جهاز اندرويد الحقيقي او المقلد يمكنك البد في تطوير التطبيق على سبيل المثال ساقوم فقط برامي مكون بت في النموذج ومحاولة تجميعه على كلا المحاكيات لكي تنجح عملية تجميع تحقق مما اذا تم تحديد نوع التطبيق الصحيح في تكوينات البناء لتمشيط العنصر المطلوب على اليمين تحتاج الى النقر نقرا مزدوجا فوق هذا العنصر بزر الماوس الايسر او النقر بزر الماوس الايمن فوقه وتحديد عنصر التنشيط في قائمة السياق التي تظهر اذا تم تحديد ديبك وكان بالخط العريض فسيتم تجميع التطبيق في مجلد ديبك تم تعطيل تحسين المشروع ولكن تم تمكين التصحيح وتم تمكين بعض خيارات بناء الجمل اذا تم تحديد عنصر الاصدار في هذه الحالة يتم انشاء التطبيق بمعلومات اضافية اقل ويتم تحضير التطبيق للاصدار اي انه يتم اعداده للتوزيع على مستخدمين اخرين على سبيل المثال لا يتم انشاء معلومات تصحيح اخطاء رمزية ولا يتم انشاء اي رمز لاستدعاءات ترايس واسرت لا يحتوي الملف التنفيذي الذي تم انشاؤه على معلومات تصحيح الاخطاء وهو اصغر حجما ويعمل بشكل اسرع من التطبيق الذي تم انشاؤه باستخدام تكوين تصحيح الاخطاء تحقق مما اذا كانت المنصة صحيحة وضبط شهادتها على اليمين في قسم الانظمة الاساسية المستهدفة يجب ان يكون بالخط العريض يجب ان يعرض القسم الفرعي الهدف جهاز اندويد يجب توصيله وتشغيله في القسم الفرعي التكوين اذا تم تحديد عنصر التطوير فسيتم انشاء تطبيق بك اختبار منتظم واذا تم تحديد عنصر متجر التطبيقات فسيتم انشاء تطبيق الديكي او بموقع يمكنك تسجيل التطبيق الخاص بك بالانتقال الى المشروع شرطة الخيارات شرطة النشر شرطة قائمة تزويد وتحديد تكوين الاصدار عنصر نظام اندويد 64 بت في قسم الهدف وفي قسم نوع البناء حدد اندويد 64 بت متجر التطبيقات الخطوة التالية هي ملء البيانات الاساسية للمخزن لانشاء تطبيق اندويد باندل اوب تحتاج الى تجميعه ثم تحديد عنصر قائم المشروع والنقر فوق الزر انشاء مشروع او انشاء جميع المشاريع ثم النقر فوق الزر نشر لانشاء اوب ملف في قائم النشر هذه يمكنك اضافة الملفات التي تحتاج الى حزم مع تطبيقنا على سبيل المثال الموسيقى والاصوات والصور وما الى ذلك تأكد من تحديد العناصر التالية لتجميعها على اليمين نظام التشغي اندويد 64 بت تطبيق لمتجر التطبيقات تم تحديد جهاز الترجم الصحيح وتم تمكينه واتاحته بعض الاخطاء التي قد تحدث عندما تعمل ديلفي مع التطوير لنظام التشغيل اندرويد والحلول الممكنة التي يمكنك رؤيتها على الشاش عند الترحيل بين اصدارات مختلفة من ديلفي قد تحتاج الى تحديث المكتبات الخاصة بمشروعك للقيام بذلك على اليمين انقر بزر الماوس الايمن فوق عنصر المكتبات وانقر فوق العنصر Reflect System Fails to Default اذا كان التجميع ناجحا فسترى بعد وقت قصير التطبيق قيد التشغيل على جهاز اندرويد او المحاكي لاغلاق التطبيق على الجهاز بعد اختباره يمكنك استخدام الزر على شكل مربع سيؤدي ذلك الى فتح قائمة بالتطبيقات قيد التشغيل نغلق تطبيقنا من فلال النقر على الزر في شكل سل مهملات او زر مسح الكل او عن طريق سحب النافذة الى الجانب اذا استمر ظهور الاخطاء عند انشاء التطبيق او تجميعه فقرأ رمز الخطأ والنص وترجمهما الى لغتك اذا كان السبب لا يزال غير واضح فابحث في الانترنت عن معلومات حول رمز ونص الخطأ يحتوي موقع رمبوركديرا على صفحة بها قائمة بالاخطاء واوصافها للحصول على معلومات موسعة حول الخطأ انتقل الى ديلفي في اسفل علامة التبويب الاخراد وانسخ رمز الخطأ من هناك ثم يمكنك طرح سؤال حول خطأك في منتديات البرمجة او في مجموعات على الشبكات الاجتماعي ايضا ضع في اعتبارك انه من اجل تجميع تطبيق اندرويد لاربعة وستين بت من الضروري ان يحتوي جهاز اندرويد على معالج اربعة وستين بت ونظام تشغيل اربعة وستين بت يمكن التحقق من ذلك باستخدام المعلومات والوثائق الخاصة بطراز جهاز اندرويد الخاص بك او باستخدام تطبيقات مخصصة مثل ايد ستة اربعة هناك عدد من الطرز التي لا يتطابق فيها اداء المعالج ونظام التشغيل اذا كان المعالج او نظام التشغيل لا يحتوي على دعم اربعة وستين بت فقد يقوم التطبيق الخاص بك بالتجميع والانشاء مع وجود اخطاء هذا كل شيء بالنسبة لي لقد تم قضاء الكثير من الوقت في هذا الفيديو لذا اطلب منكم دعمه بعلامة الاعجاب والتعليق اشترك ايضا في القناة اذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل تحتاج القناة ايضا الى مساعدتك المالية يمكنك دعم القناة ماليا باستخدام التفاصيل الموجودة في الوصف اسفل الفيديو وكذلك في رأس الصفحة الرئيسية للقناة في قسم الروابط في الاعلى يمكن ان يؤدي دعمك الى اطالة عمر القناة ويتيح لك قضاء المزيد من الوقت في انشاء مقاطع فيديو مفيد ويمكنه ايضا الحفاظ على المحتوى مجانيا بدون ربح سيكون من الصعب على القناة ان تكون موجودة في المستقبل شكرا لكم جميعا مقدما كان في تالي سوكولوف معك نراكم في الفيديوهات القادم